بسم الله الرحمن الرحيم ما عنديش كلام كتير ولكن هنفضل نشجع المنتخب أداء سيء كممكن نخلص المطش ده بدري قوي شاط الأولاني خلص سلاة على أقل الشاط الأول إدناه فرصة لحد ضربت الجزاء لسجلها يا صلاح كان ممكن مطش ده يبقى يعني أقول إيه أنه تبقى هزيمة أقول لمنتخبنا المرشح الأول للبطولة من موزنبيق مع تقديرنا لكل منتخبات المشاركة وكل الدول ولكن بتكلم على منتخب ويمكن كنت بتكلم مبارح إنه ما بقاش فيه منتخبات في أفريقيا النهاردة منتخبات ضعيفة ودينا شفنا منتخب موزنبيق النهاردة عامل علينا مطش إزاي الشاط التاني عندهم ثقة بيسجل أول ويسجل تاني وعندنا دفاع طبعا فيه شوارع مفتوحة وراء فيه شوارع في الدفاع بتاعنا للأسف يعني هدفين اللي جوهم عندنا أخطاء دفاعية ففيه مشكلة في التمركز فيه مشكلة في الدفاع فيه مشكلة النص عندنا فيه تايين مع بعض لتوريا حتى صلاح مش مكانه شط الأولان مش مكان صلاح صلاح ما ما بنشي النهاردة مش ده محمد صلاح اللي احنا منشوفه مع ليفر بول ومش ده منتخبنا ده مش منتخب مصر لكن مش عايزة أكون قاسي على المنتخب مش عايزة أكون قاسي عليهم ولكن عايزة أقول إن احنا هنشجع ونفضل نشجع منتخبنا لسه عندنا مطشين عندنا لسه غانة وعندنا يوم الخميس والرأس الأخضر يوم لتنين اللي جاي اللي بعده يعني 22 وبالتالي لسه عندنا زي ما بقول كده نقدر إن شاء الله عندنا ثقة في رجالتنا عندنا ثقة يعملوا حاجة ونصعد وإن شاء الله أول مجموعة بإذن الله مطش زي ما بقول لكم النهاردة اللي عملته مزنبيق هو مفاجأة يعني مفاجأة إن مزنبيق تتعادل مع مصر ده هم فرحانين أكلهم أكلهم اتعادل مع البرازيل النهاردة أنا بكلمكم إنه لا يمكن طموحاتهم كلها إنه يلعب مطش ويأدي أداء كويس وإنه هيتغنب واحد اثنين ثلاثة من مصر ولكن لا لعبوا بكل روح دخل فيهم هدف ده احنا كنا ننتهي سفرصة مصطفى محمد بعد دقيقتين نسجل هدف يعني عندك فرصة وعندك فرصة تالية مصطفى يسجل هدف بعد عشر دقائق كمان بانفراد محقق وعندك فرصة تالتة تريزيجي بعدها بكمان وعندك فرصة رابعة يعني عندنا فرص الشرط الأولاني لا تعد ولا تحصى في كرة في القدم في هذه الأجواء انه ليجيلك سجل ما تقولش انه عندي ثقة ثقة تكمنين مدينة شوفنا الثقة كانت هتضيعنا الثقة ان انت رايح واثق هعدي موزنبيق طب عدينا موزنبيق بالدعاء الجمهير والله والله بدعائكم بدعاء الناس اللي بيتتابع المالين اللي بيتابعوا الناس اللي عملها دعاء 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 هو بالدعاء بفضل ربنا وكرمه اتعدلنا يعني ضربة الجزاء دي اتجت لنا من السماء مش معقول مش معقول يعني فأنا النهاردة اقول لي ايه على المنتخب يلا انا هشأ وانا بقوله لا طبعا هنشجع متخبنا محدش يحبطنا جماعة من اول ماتش لسه ماتشات جاية لسه عندنا ماتشين كمان الدور لقوله هنعدي ان شاء الله وانا بقوله ان شاء الله هنعدي وهم ان شاء الله يبقوا رجالة وهم رجالة وقدهاوا ادود اول ماتش وقلنا خلاص تاني بقول موزنبيق والرجالة دول ان شاء الله وانا بقول يا كابتن صلاح منفعش ابدا كابتن صلاح انت احد اهم نجوم العالم النهاردة منفعش ابدا النهاردة لازم المتخب كله النهاردة تقعد معهم وتتكلم معهم وتوبيخ لكل اللعيبة منفعش نضيع فرص سهلة جدا النهاردة منفعش يا جماعة انه انت النهاردة جالك الفرصة بتضيحها عيب عليكم وراكم ميت مليون بيتابعوكم السنين الفرحة معقولة منفعش ان انا اي منتخب النهاردة ابقى نازل السقة طيب وبعد السقة جات لك ده انت جالك حاجة تاريخية بعد دقيقتين سجلت جوني يا راجل ده انت تكمل التاني وتكمل التالت وتعدي واكتر واكتر والعب لعبك انما السقة تراجعنا نفقد كور كتير جدا البصات بتاعتنا مش منضبطة النص بتاعنا طعبان النص ضايع فيش نص بدور عن نص هو فين النص فينه ما كانوش موجودين النهاردة فيه تايهين فيه حاجة غلط التشكيل نفسه كان غلط انا مش اتكلم كرة كده ولكن التشكيل نفسه ما بتسأل اي حد اقولك التشكيل نفسه غلط يعني تاني بتلاعب النهاردة لعبة ما كانش مفترض تبقى موجودة عندك لعبة افضل لكن بقول كده دي كرة القدم ولازم اشافي كده هذه كرة القدم ماتش لازم تبقى داخل مركز انتهز كل فرصة بتجيلك عندك ميت مليون واحد بالسانين فرحتهم مفعش من الاول ماتش كده تخلي الناس دلوقتي زي ان بقولك كله ايه وهدي المنتخب وشفت ناس فرحانة حاجة عجيبة جدا حاجة عجيبة معقولة تفرح منتخب بلدك مغلوب يا راجل انت مصري يا راجل انت مصري تبقى فرحان منتخب بلدك مغلوب اتنين واحد وتكتب اه خليهم يتغلبوا ويرجعوا ليه ايه الشماتة دي ايه الحقد ده ليه كده بقيته كده ليه في ناس بقت كده بقت عندها الشماتة في بلدها ومنتخب بلدها واي حاجة بلدها ليه عندكو كده ليه بقيتو كده ربنا هيكرنا بإذن الله انا بقول كل الثقة في منتخبنا كل الثقة في الرجالة لكم كل التحية اللي حصل النهاردة ما يتكررش خلاص ما عندناش وقت تاني عندك مطشين لازم تفوز بإذن الله المطشين الجايين ما عندكش بديل آخر كفاية دلع كفاية طبطبة كفاية بقول طبطبة فيتوريا لازم يشوف حل مطش الجاي قدام غانا وغانا منتخب طبعا منتخب خواب غض النظر لأنه لزي بقول لكم ولازم توعر فين كده افريقيا ما فيهاش منتخبات ضعيفة بتابعنا الكرة الافريقية وبتابعهم في الدوليات الاوروبية كل المنتخب عنده اربعة خمسة وفيه منتخبات كل لعبته بيلعبه في اوروبا فيش حد النهاردة ضعيف والمش محترف في اوروبا محترف اندية اخرى وكل محترفين وبيلعبوا كورة ودينا شفنا موزنبيق عملت ايه معانا المفترض انه ترتيبهم بين مية حاجة وعشرين حاجة كده يعني واحنا تلاتة وتلاتة واحنا ترتيبنا متقدم منتخب مصر يا جماعة يبتعامل معاك كده النهاردة طبع عندنا غانا وعندنا بعد كده رأس الاخضر وعلى فكرة رأس الاخضر منتخب محترم جدا جدا غير غانا غانا احنا عارفين تاريخنا معاهم مش هو المنتخب القديم ولكن ما تضمنش اي حاجة لازم انا من دلوقتي خلاص نسينا المطش وخلصنا خدنا نقطة خلاص الحمد لله كرم من عند ربنا والله جات من السماء جات من السماء والله النقطة دي بزاعة النهاردة خلاص انا يعني سلمنا امرنا وخلاص اتغلبنا وخلاص رايحين بنضيع اول تلات نقاط ونستعد اللي جاي ولكن ربنا كرمنا في ضرب الجزاء وصلاح طبعا شاتها شوتة غل غل صلاح ما بيشوتش كده ضربات الجزاء بيركن الكورة صلاح داخل غل لان طبعا فيها عصبية فيه نرفزة لعبي موزنبيق خلاص ما صدقوا ده هم فازين على المنتخب مصر متخب اللي هو واخد سبع بطولات متخب اللي هو جاي ياخد البطولة التامنة ان شاء الله منتخب ده اللي هو المرشح الاوفر حظا احنا موزنبيق نفوز عليه ونتقدم عليه ونلعب عليه كده ما كانوش مصدقين نفسهم والله والله ما كانوا مصدقين نفسهم في الملعب انقاعد وقف على الرجلية والله المضش ده وقف على الرجلية من اول ما بدأ لحد ما خلص حاجة عجيبة جدا معرفش ليه بس ان انا الان معرفش ليه كنت الان النهاردة كنت الان فعلا اني بقول لحضراتكو وانا كنت باتكلم من برح هنا فيش منتخب في افريقيا النهاردة ضعيف ونعمل حسابنا لكل منتخب ودي كورة لكن تاني بقول لازم فيه حاجات لازم يعاد حسابات المنتخب ما عندوش اي حجة خالص ومش عايزين نضغط عايزين نشجع ونفضل نشجع لسه عندنا مطشين تاني بقول لسه عندنا مطشين وبالتالي لازم نفضل نشجع ما نعودش بقى من اول يوم ونقعد نعمل وكذا لا نشجع وخلاص عدى المطش نبص على المطش اللي جاي نركز على اللي جاي منتخب غانا ونشتغل على منتخب غانا عشان نعدي من غانا وان شاء الله نعدي بعد ان شاء الله رسل الاخضر ونبقى اول مجموعتنا بإذن الله تعالى نبقى اشأل من كده ونروح الدور التالي بعد كده بإذن الله تعالى وان شاء الله ان شاء الله رغم كل ده بإذن الله عندنا الأمل ولازم دايما نقول كده دايما نبقى عندنا أمل ودايما نبقى عندنا أمل في أولادنا ودايما عندنا أمل في رجالاتنا محدش أثر معاهم الدولة كلها من أول سيد الرئيس كل النق سيد الرئيس رح لهم وكله وطيارة خاصة وكل شيء وكل حاجة يعني بقول لها حاجة وكل اللي عايزينه بيتعمل محدش أثر أبداً كل الدعم ليهم وإحنا كجمهور دورنا الدعم للمنتخب ده دورنا ده الواجب اللي علينا كلنا سيبك من اللي بيكسروا في أي حاجة سيبك من أصحاب القلوب السوداء دول هتفضل قلوبهم سوداء طول الوقت ما تبصوا لهمش شجع المنتخب بجد خلاص انسى مطش مزنبيق اتكلم بقى في اللي جاي شجع المنتخب ادعموا المنتخب يلا يا رجالة يلا أبطال عندنا ثقة فيكم كل الثقة لمنتخبنا كل الثقة في رجالتنا بيتوريا عنده كل الثقة يشوف هو الرجل مدير فني محترم جداً ولكن لكل مباراة ظروفها كل ما تشلها ظروفه زي ما بقول كده أي لعب يعني مصطفى محمد أول ما جات له أول فرصة سجل جون مصطفى كان يسجل جون التاني والنهاردة مصطفى تسبب في ضرب الجزاء ضيوف مباراة كانوا بيتكلموا على مصطفى محمد يمكن كابتن وليد داعب لطيف مباراة كان بيتكلم على مصطفى وعلى تطور مصطفى محمد أو يمكن الكابتن أحمد أبو السلم على تطور مصطفى مصطفى النهاردة بالفعل متطورة عن قبل كده بقى مصطفى موجود بيشارك سجل أول وكان يجيب التاني وهو اللي جاب ضربة الجزاء يعني مصطفى النهاردة بقى مهم جداً مصطفى محمد وقوي جداً بسم الله ما شاء الله ولكن زي ما بقول كده محتاجين زيزو مش هو زيزو يعني مش زيزو اللي احنا عارفينه ولكن مش عايزين نقصه على اللعيبة ولا إمام ولا تاني بقول في كتير ولا حمد فقط يعني مش دول اللي احنا تاني بقول محتاجين حاجات كتير نفكر في اللي جاي ندعم المنتخب عندنا متخب شاء الله ربنا هكرنا مطشي خلص خدنا نقطة خلاص ونشوف المطشيات اللي جاية وده استعداداتنا ونشتغل على كده وعندنا كل الثقة في رجالتنا كلكم عندنا كل الثقة فيكم يا رجالة ولكن انتوا كمان وانت بتلعب انت عارف ان وراك مية وخمسة مليون بيشجعوك مية وخمسة مليون لازم بفضل ربنا تفرحهم ولازم تسعدوهم يا كابتن صلاح مانفعش أبدا وانت أحد أهم نجوم العالم مانفعش إلا ولازم واحنا عندنا ثقة كبيرة أو فيك كل الدنيا عندها ثقة كبيرة أو فيك وفي يعني قيادتك منتخبنا وان شاء الله ان شاء الله عندنا ثقة كبيرة يا صلاح خلاص اللي خلص النهاردة اللي جاي ان شاء الله اللي جاي هو أحسن وعندنا كل هذه الثقة وبإذن الله نعد المطش اللي جاي ونفكر في اللي بعد وبعد كده لكل حدث حديث ثقتنا فيكم بإذن الله تعالى يا رجالة وربنا يكرمكم ان شاء الله نروح لي عاصم الشاندويلي عاصم أولا مساء الخير انتهت المباراة بالتعادل وزي ما بقول كده خلاص احنا مش عايزين جلد لنا ولا جلد ذات ولكن عايزين نبص البكرة خلاص المطش خلص أداء مش هو اللي عجبنا مش الأداء اللي احنا كنا متوقعينه فضل يا عاصم نعم في الدقيقة التانية الهدف الأول الجميع كان يتوقع يعني خروج الشوت الأول على الأقل هدفين أو ثلاثة ولكن كانت الصدمة الأكبر في الشوت الثاني وكان الجماهير يترقبون يعني إزاي اللي حصل ده يكون موجود في هذه المباراة بمشاركة نجوم منتخبنا الوطني العالميين ولكن اللي حصل حصل أستاذ أحمد وقدر الله وما شاء الله فعل وربما تكون هذه النسخة اللي حصل أو المباراة النهاردة هي صدمة الإفاقة للعيب منتخبنا الوطني في المباراة اللي جاية ممكن نقارن يعني النسخة دي بالنسخة الماضية بعدما كان أداء منتخبنا متوضع ولكن في المباراة اللي بعد كده أثبت اللعيبة جدارتهم وإن شاء الله بإذن الرحمن مهما كانت التكبوات والتحديات قادرين إن شاء الله أن نفوز بالنجمة الثامنة منتخبنا الوطني له باع كبير جدا في هذه البطولة الإفريقية دي المشاركة لنا الستة وعشرين فزنا بالبطولة سبع مرات وإن شاء الله الجميع يعول الأمال دعين المولى عز وجل أن تكون النجمة الثامنة من نصيب إن شاء الله منتخبنا الوطني ولكن زي ما حضرتك تفضلت مشكولا أستاذ أحمد لازم ندعى بلعيبة منتخبنا الوطني في البطشات اللي جاية خلاص ما ننتظرش لهذه المباراة نمحيها من الزكرة وننتظر إن شاء الله المباراة القادمة طبعا الجماهير المصرية كان ليهم كلمة في غاية الأهمية هنا في نادي حدايا الأهرام يمكن عايز أقول لحضرتك أستاذ أحمد لما جالنا يعني ضربة الجزاء الجميع كان يترقب ولكنها يعني وكأن هذه اللقطة هي نهاية كأس الأمم الأفريقية أو المطش النهاي ولكن الحمد لله رب العالمين نقطة مش مشكلة إن شاء الله المباراة اللي جاية هتكون أفضل لمنتخبنا الوطني أبدأ اللقاء بضيف المهندس محمد ابراهيم نافع رئيس مجلس إدارة نادي حدا الأهرام برحب بحضرتك أكيد طبعا يعني وش حضرتك بيكلم الجمهير يعني زعل لي كان نفسهم إنه يكون عندنا أداء أقوى من ذلك ويكون في مباراة تعبر عن جسارة واستحقاق منتخبنا الوطني بهذه البطولة رأي حضرتك كيف المباراة وتقييمك ليه بشمانز إحنا كان يعني كنا عايزين إيه تاني غير جون دخل في الديئة التانية نعمل مطشي تاريخي على موزنبيق اللي ملهاش تاريخ عايزين إيه معلش خلينا تكلم بصراحة اللي خايف على رجله بلاش ينزل يمس المصر إحنا مش نقصين بقى تعبنا يعني اللي خايف على نفسه مشكورا لا يعد على الخط أو ما يجيش وأنا بقصد محمد صلاح محمد صلاح هل ده أداء محمد صلاح في ليفربول إحنا مش عايزين نقص عليه برضه بشماندس جايز يكون يعني الصدمة بتاعته كان متوقع تفاعل أكثر من اللعيبة معاه في المنتخب والفريق بشماندس ما يزم هو يا تفاعل يا فندم هو أصلا القائد هو الليدر في الملعب أنا آسف أنا لما بتكلم بتكلم معك كبير ده مش أداء محمد صلاح ولا ده أداء النني يا جماعة ده منتخب مصر أعظم من أي حد وأعظم من أي إنسان واللعيبة العالميين المشاركين بيؤكد ذلك لهم بطولات كبيرة جدا في الأنديال العالمية اللي بلعبوا فيها بالضبط كده أنا آسف الكرة الجن الأولاني حداك تفرج على أداء محمد صلاح فيها الكرة بيلعبها منتهى الرعونة لولا محمد مصطفى صلاح ولا محمد مصطفى محمد واحد خلاصت لغبر بجد حاجة تحرق الدم وكل مرة بيتحرق دمنا كده ليه مش عارف لولا مصطفى محمد فايت فيها ولف بيها وجاب جن الله يا جماعة في إيه عيب بقى يعني نفوق شوية خلاص اللي عدى عدى نبتدي نفوق في اللي جاية كابتن حسن يمكن قلنا مرارا وتكرارا المباراة دي مهمة جدا ومصيرية لمنتخبنا الوطني وهي اللي أتحدد مصير منتخبنا وجسرته في المباراة اللي جاية شايف هذا ممكن يؤثر علينا في المباراة اللي جاية ولا خلاص قادرين أن نحن نتخطى هذه الكابة تماما والله يا كرة عزيمة وإسرار وروح لو فيه روح وعزيمة وإسرار ممكن بتبقى فرق مستوها قليل جدا وده اللي حصل النهاردة من موزنبيك فنيا أقل من منتخب مصر بكتير بس كان عندهم العزيمة وروح والإسرار قدروا أن هم يعملوا ماشي كبير جدا وقدروا أن هم يحرجونا وكان فيه فرصة أن هم يعني يبقى جايبين تلاتة واربعة كمان يعني احنا كانوا فعلا الشكل والله ده مش أحسن حك نتيجة ولا أسوأ حاجة كان متوقع عن منتخب مصر اللي عمره في خلال خمس ست موجهات قبل كده مع منتخب موزنبيك ما دخل في جون يعني احنا ما تغلبناش من موزنبيك قبل كده ولا سجلوا فينا أهداف فالنهاردة عشان يسجلوا فينا هدافين وبالشكل ده اللي ده كان سيء جدا لو حنكمل بالروح دي احنا مش هنتكلم في فنيات يعني مش هنتكلم في زيزو بلعب فقفل على صلاح مش هنتكلم في أن في لعيبة كتقعدة بره لما نزلت غيرت النتيجة والأداء مش هنتكلم في أن مرة أنا عطيه ما ينفعش يبقى احتياطي احنا هنتكلم في أن ما فيش روح يعني لو فيه 11 غير 11 في الملعب بالروح دي هنتغلب برضه لازم بقى فيه روح لازم بقى فيه عزيمة ومعليش أنا بس لي يعني نداء لأولادنا الشباب انسى الأهلي والزمالك انسى انت بتشجع مين انسى ليفر بول انسى برشلونة وريال احنا مشجع مصر النهاردة الناس عادة بتتفرج ده بيلعب في الأهلي ده بيلعب في الزمالك ده بيلعب في ليفر بول يا جماعة انسوا الكلام ده منتخب مصر لما يلعب احنا تعلمنا كده وتربين على كده بننسى كل حاجة وبنفتكر منتخب مصر ان شاء الله اللي جاي أحسن هو طبعا فيه فرصة فرصة كبيرة ماتش غانة صعبة بس احنا قده ماتش الرأس الأخضر ان شاء الله احنا نبقى في مستوى أحسن من كده احنا بس مش هيبقى شكلنا حلو لما نطلع أحسن ثالث ما ينفعش منتخب مصر اللي المفروض يبقى راكب المجموعة والأول على المجموعة يطلع يطلع أحسن ثالث عشان الموجات اللي بعد كده تبقى أسهل وان شاء الله بإذن الله نوصل للمبارات النهائية ويبقى ان شكله أفضل في اللي جاي كابتن وليد من يتحمل المسئولية النهاردة اللعيبة ام المدير الفني ام الاتنين سواق الاتنين مع بعض طبعا المسئولية النهاردة متوزعة بين اللعيبة وبين المدير الفني طيب ليه ده ايه لحنا بنقول كده بداية انت لو شفت الشوت الأول هتلاقي منتخب مصر مستحوذ بشكل تام ومنتخب موزنبيك عايز أقول لحضرتك كان متمركز وبيدرس جيدا المنتخب المصري نزل الشوت التالي ابتدأ يحصل تحرك شفنا قد ايه الكرة الأفريقية تطورت شفنا قد ايه موزنبيك يا فرقة البسيطة النهاردة بتنقل ازاي ازاي فيه سرعة ارتداد من الدفاع للهجوم ازاي النقلات بتتحرك بسرعة امتى لعيبة موزنبيك عارفوا ازاي يستخدموا المهارات الفردية امتى واستخدموا السرعات امتى عشان يضغطوا علينا ويسجلوا هدفين ورابعة متخب مصر نقصوا ايه خليني الاول بس اقول قبل منقول نقصوا ايه النهاردة البداية ليست قاطمة يا جماعة احنا حصل تعادل الحمد لله وليست هزيمة على الورق على الورق غانة هتلاعب الرأس الاخضر الورق بيقول ان غانة تكسب وده معناه ان احنا التاني مش التالت احنا مش متزايلين الحمد لله هنقف ورا منتخبنا وهنقف ورا ولادنا وهنقف ورا رجالتنا علشان دي بلدنا وده منتخبنا وان شاء الله لازم نقف ورانا محتاجين ايه؟ محتاجين قيادة في الملعب محتاجين قيادة في خط النص بنفتقد لشخصية القائد في خط النص بنفتقد لشخصية القائد وخط الدفاع وتواجدوك منتخبنا مع زميلنا سابقونا وقالوا عليه الرجولة في الملعب القتال على كل كورة لا احنا نقدر تحتاجين الروح الرياضية القوية على قلب رجل واحد في كل المباريات اللي جاية ان شاء الله احنا فانين اعلى بكتير كابتن احمد يعني ايه اللي احنا محتاجينه الفترة اللي جاية في المباريات اللي جاية من وجهة نظر حضر لا اوه بس احنا مش عايزين نفقد الثقة في منتخب مصر طبعا هي البداية مش موفقة طبعا نتيجة تقديريات ما كانتش مظبوطة او تشكيل ما كانتش مظبوط اولا احنا الجنين جوم فينا نتيجة خطائن خط الديفنس الموجود عندنا نفس الاخطاء احنا كان ممكن يجي فينا التالب الرابع انت قلت حديك حتة مظبوطة جدا ان احنا كنا لازم نستغل الشرط الاولاني لان فيه فرق الياقة بادنية في الفرق اللي احنا باللعب وبعين يا جماعة احنا مش عايزين نقلل من الفرق الافرقية احنا نفضل طول عمرنا نقل نقول منتخب مصر منتخبات احنا مفيش عندنا شكل للمنتخب بالامانة غير محمد صلاح هو الوحيد اللي بيستلم وبينقلك انه ممكن يعملك الفرق النمال باقي معلش ما يحترام ليه طبعا انت قلت حديك الدلعب المحترفين هم اللي فرقين معنا انما احنا عندنا الديفنس سيء جدا التمركوز بتاعه سيء شوفوا الجنة الاولانية جاء عمل ازاي والجنة التاني وكان هيجي التالت وبين احنا لازم نستغل الشوط الاولاني الشوط الاولاني احنا كان سهل جدا نجيب جنين ونجيب تلاتة والاستريع فانا فيه خطأ معلش فيه خطأ في التشكيل انا بلوم على المدرب وبلوم على الفرق ماشي بس ده مش نين شركاء في هذا الماتش وفي هذه الخسارة بس احنا برضو مش عايزين نفقد السفر لانه ده برضو منتخب مصر احنا تعرضنا للقصة ديه في بطولات افريقيا اللي فاتت خسرنا في الماتش الاولاني ومنتخب مصر فيه ميزة ان ساعة السوق بيزاد عزيمة واصرار يعني كابتن محمد زاكي برحب بحضرتك اكيد اللي حصل حصل احنا ان شاء الله نبص في اللي جاي اللي محتاجه منتخبنا الوطني الفترة اللي جاية عشان فعلا يثبت ان هو الجدير بهذه البطولة خاصة ان كل التوقعات قبل كده وقبل بداية هذه البطولة كان منتخب المصري من ضمن التوقعات هو من يصل للنهاء ان شاء الله في هذه البطولة ان شاء الله باذن لله اللي جاي في عزيمة واصرار منتخب مصر ودي اهم حاجة الروح والعزيمة وروح الـ 105 مليون مواطن مصري اللي ورا منتخب مصر بلدهم فاحنا نتمنى ان شاء الله بش observاءت الجاية بتدارك الخطأ اللي احنا كنا فيه النهاردة وبإذن اللي جاي احسن واحنا ورا منتخبنا ان شاء الله ان شاء الله بالعزيمة هو الأورادة ان شاء الله سكرز عاصم ان شاء الله يا سيد احمد منتخبنا الوطني في الماتشاط اللي جاية يؤكد فعلا أنه هو الجدير بالفوز بهذه البطولة كل الأمال يعني تتعلق إن شاء الله على المطشاط اللي جاية هنا في نادح هذا الأهرام الحقيقة كل الجماهير رجال نساء أطفال شباب كانوا بيتفاعلوا الحقيقة مع العيبة المصريين وكل يعني ما مطش كل ما جون ييجي فيه المباراة الحقيقة كانت الروح جميلة الكل هنا على قلب رجل واحد خلف منتخبه الوطني إن شاء الله بإذن الرحمن الصورة تكون أفضل بإذن الرحمن أفضل لمنتخبنا الوطني لسه البطول اللي جاي لو ساذ أحمد بيهد حضراتكم التحية جميعا وبيسلم عليكم وعايزين نلتف كلنا يا جماعة خلف منتخبنا الوطني مهما كانت الظروف الروح المعنوية مهمة جدا وساذ أحمد طبعا للعيبة بتاعتنا تفاعلنا على السوشيال ميديا مهم جدا 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 كبه وعدت مش عايزين توقف قدامنا عائق خالص إطلاقا لازم ندعم فريقنا لازم ندعم منتخبنا آه إحنا زعلانين آه إحنا متضايقين ولكن برضو منتخبنا الوطني لسه المسيرة قدامه كبيرة جدا 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 لازم ندعمهم بشكل كبير إن شاء الله خاصة على السوشيال ميديا وبشكر حضرات جدا أحمد على دعمك لحياة المنتخبنا الوطني منذ بداية هذه الحلقة والجميع اللي هنا هنا بيتفرج لحضرتك وبيشيد بدعمك الكبير لمنتخبنا واللعيبة رغم الأداء اللي ما كانش متوقع فيه هذه المباراة شكرك عاصم عشان داويلة وكل التحية لكل الموجودين في نادي حداق الأهرام كل أهلين اللي موجودين وشبابنا وأطفالنا وكل الأسر اللي موجودة لكم كل التحية بمسى عليكم كلكو وإن شاء الله بإذن الله نكون معاكم كمان يوم لتنين الجاية عشان احنا خمسة مش موجودين يوم لتنين إن شاء الله عاصم بيبقى موجود معاكم إن شاء الله بإذن الله تكون الفرحة فرحتين زي ما نقول كده وتكون يعني مباراة الصعود بإذن الله تعالى وناخد المركز الأول بإذن الله في مجموعتنا مجموعتنا زي ما بقول كده مباراة موزنبيق النهاردة ليست هي المقياس ولكن زي ما بقول كده إنه موزنبيق ما كانش فيه توقعات ما عندهمش يعني تاريخ كبير ولكن الروح مهم أول كلام على الروح مع بعض الأفاضل اللي كانوا موجودين مع عاصم قال لك الروح هي فعلا الروح أنت تنزل عندك روح ولا ما عندكش موزنبيق شوفناهم الشوط التاني نازلين يكسروا الدنيا وعمل اللي هم عايزينوا بالمناسبة يعني إحنا زي ما بقول لكم كده كرم من عند ربنا ومش عايزين نقصوا كثيرا على المنتخب ولا على نجومنا على الإطلاق لسه عندنا مشوار طويل إن شاء الله لسه عندنا مشوار طويل لسه عندنا مطش ومطش 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 بإذن الله تعالى إن شاء الله فعندنا ثقة محتاجين ندعمهم مش عايزين من أول مطش نقعد نكسر فيهم أو نروح معنوية بتاعتهم لا بنقولهم احنا زعلنين آه ولكن عندنا ثقة فيكم كلكم متدايقين آه عشان مش ده مش ده أداء منتخبنا ولا دي روح منتخبنا لأ عايزين الأداء اللي جاي والروح اللي جاي أفضل هو ده اللي مزعلنا أنت على فكرة ممكن تلعب مباراة عظيمة جدا وتتغلب بس انت عملت ايه قديت عندك روح عملت اللي عليك خلاص كرة القدم مفي ثانية يقلب المطش فيش أي مشكلة بس أدي لك ما يبقاش الأداء وكمان اللي نتعادل يبقى هو ده اللي بيزعل الناس لكن أنا كنت عايز المنتخب يلعب يلعب مباراة حلوة يلعب لعبه احنا عندنا يا جماعة سبعة تمانية النجوم بلعبه يعني عندنا صلاح وعندنا النني وعندنا تليزيجي وعندنا مصطفى محمد وعندنا مرموش وعندنا حجازي وعندنا كلهم وعندنا الشناوي وعندنا عبد المنعم وعندنا هاني وعندنا مي وحمدي وزيزو وكل دول مين تاني كلهم نجوم طب النجوم دول يعملوا ايه أنا كمتفرج النهاردة وأنا مشجع النهاردة منتظر منهم أحسن أداة تعمل اللي عليك بس إلعب لعبك يعني يمكن ما شفناش إلا مرة أو مرتين اللي هي كورة سريعة اللي هي نقلة سريعة مرة أو مرتين بس طوال الماتش لا بلاش اللي هو يعني ده اللي أنا عايزه منتخبنا ده اللي كل المشجعين وكل الجمهير المصرية عايز المنتخب يلعب لعب المنتخب فعش يبقى عندي محمد صلاح ويبقى الأداء كده فعش يبقى عندي كل النجوم اللي قدام حضراتكم دول والأداء كده ده الشناوي أنقذ كورة اللي كانت خطأ من 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 مين اسمه خطأ اسمه حمدي ترى ماذا اسمه كان هيسجل فينا هدف حمد حمدي فكان طبعا الشناوي شالها لو حدي ثاني غير الشناوي كورة دي كانت داخل تجون كانت خلاص الماتشة خلاص الشناوي بكل احترافية وعنده لياقة بسم الله ما شاء الله جاي من 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 اخر المرمة الى اخر المرمة من اقصى لأقصى شاله كورة في في لحظات شناوي وكان يتعور فيها وكسب فيها لكن الحمد لله كان يبقى قول العابوا لعبكم كلنا وراكم كلنا معاكم عندنا ثقة كبيرة فيكم كلكم واللازم ده يبقى وصل لكم وتبقوا شايفين ده على قدر الثقة على قدر الغضب والزعل ولكن تاني بقول احنا ما اتغلبناش دي مباراة اول مباراة ضربة البداية ما كانش حاصلنا كويس آه ما لعبناش كويس آه مش ده الاداء بتاعنا آه مش ده الروح بتاعنا آه ولكن في الاخر النتيجة خلاص اتعدلنا خلاص فكرنا في اللي جاي الخميس ثم الاثنين اللي بعده ماتشو ماتش اللي جاي نفكر في الخميس ان شاء الله مباراة غانة اللي هتكون يوم الخميس الجاي ساعة عشر بالليل بإذن الله تعالى هيعدوا ان شاء الله وهنعدوا يلعبوا ماتش احلى عايزين بقى ايه هو ده لازم تردوا بقى يوم الخميس الناس اللي زعلان منكم النهاردة لازم يوم الخميس بإذن الله تعالى تردوا من اول ثانية وتلعبوا اللعب وتخلاصوا الماتش وتقدوا الاداء اداء منتخب مصر انتو المنتخب اللي واخد سبع بطولات يا جماعة بعدين الكاميرون خمسة واللي بعدك واخد بطولة واثنين وفيه منتخبات ما اخدتش بطولات فاحنا ابطال القارة اسياد القارة واخدين سبع بطولات فانت مينفعش قبل ما تبقاش إلا منتخب مصر وكل الفرقة بتعمل ومنتخبات بتعمل حسابها لمنتخب مصر هلاعب منتخب مصر كل بوعامل منتخب مصر الصحابة العالمية بتكلم عليهم عن منتخب مصر الاعلام بيركز عليهم عن محمد صلاح محمد صلاح الاعلام كله كله ما فيه نجوم بس هو نجم نجم أيقونة أفريقيا محمد صلاح وكل الاعلام الكاميرات رايح وراه الجميل رايح وراه كله محمد صلاح كله يكتب خبر عن صلاح صلاح مشي لأنه هو صلاح يبقى عندك كده يبقى ايه لازم نقدي وزي يقول كده نوصل بإذن الله لهدفنا اللي احنا نتمنى واللي احنا بإذن الله تعالى زي يقول كده ان شاء الله ترجعونا بهذه البطولة بإذن الله تعالى حقنا بإذن الله ترجعوا بهذه البطولة مش هقل من كده ان شاء الله عندنا لأنه عندنا أخبار كتير وعندنا شغل كتير اوي النهاردة فيعني ماتش غلاص قلقوا رسالة مهمة اوي دولة المصرية دايما الناس يقول لك هو ايه اللي بيحصل في سوق الدهب ايه اللي بيحصل في الدولار ايه اللي بيحصل عظيم حضرتك تكون مطمئن تماما تاني مطمئن تماما اللي بيلعبوا في سوق الدهب او اللي بيعملوا قصة في الدهب الجلس الدولة عاملة شغلة في هذا الملف شغلة على أعلى مستوى الناس العمليين يضربوا في الأسعار ويتحكموا في الأسعار الدولة متابعة هذا الموضوع ومتابعة بقوة لأنه في الآخر فيها حاجات بتحصل مش طبعية وكنا عاملين حلقة الأسبوع اللي فات هنا يوم الأربعة تقريبا او الثلاث اللي فات عاملين حلقة عامل حلقة هنا مع الساز ناجي فارق مسشار وزير التموين للدهب صناعة الدهب والراجل نفسه قال وقبلها كان سيد هاني ميلاد قبلها بكم يوم قال أنه اللي بيحصل في سوق الدهب مش طبيعي يعني فيه لعبة بيحصل زي الدولار فيه لعبة بيحصل طب هل الدولة بعيدة عن ده غايبة لا مش غايبة يقزى أوي عملت إجراءات أيوة وجهة ضربات قوية نعم هيكون لها تأثير في سوق الدهب آه جدا هتسمع على الحكاية دي وهتعرفوا تفاصيلها وتطوراتها زي بالمناسبة عندي معلومات وعندي فيديوهات بس ده مش وقته قد يكون غدا تاني بقول قد يكون غدا لها حاندي على التليفون فيه شغل تم في الملف ده أنا حبيت بس أطمنكم بس بس إنه فيه عبس كان بيحصل فالعبس اللي بيقى لازم يتوقف ويتعرف أصله إيه طب ومين اللي كان بيعمل ده طب إيه الحكاية طب مين اللي كان بي يعني يعني بيؤدي إلى هذا الأمر طبعا بعض بيربط الأسعار العالمية والسعر العالمية بيحصل فيحصل جوه لا كان بيحصل عندنا فجأة تطلع 237 جنيه وفجأة ينزل 238 جنيه يبقى فيه حاجة غلط يبقى فيه حاجة غلط وفيه ده مش مدموغ وحاجات كده يعني بتكلم على كميات كميات وناس شغالة بقول لكم شغالين هيجيبوا الحكاية كلها الأمور لازم تنضبط في دولة سواء دهب أو دولار لازم الأصل يعود لو أنت النهاردة عندك حاجة مش طبعي هو إيه الموضوع أجهزة الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية بالكامل كلها صحية وامتبعة وخدت إجراءات تاني بقول خدت إجراءات وهتجدوا إن شاء الله إن شاء الله أسعار تكون في اللي هي الطبيعي اللي هو زي أي دولة فيش حاجة اسمها حد يتحكم في السوق سودة لدولار أو سوق خاصة بالدهب فيش حاجة اسمها كده العرض والطلب العرض والطلب ولكن اللي إحنا شفناها على مدار فترة اللي فاتت دي كلها كانت أمور مش دقيقة أنا مش خبير في الدهب ولكن خبراء الدهب واللي شغالين في أزم لف معانا على الهوى هنا سواء على الهوى أو مداخلات كل يقول لك الأمر ده فيه أمر مريب فيه أمر مش طبيعي فيه حاجة غلط فالغلط ده بيتصلح دلوقتي بيتصلح وبتزبط واللي من يرتكب بأي خطأ يتحسن إحنا يعني زيان بقول كده الدولة تاخد إجراءاتها لصالح الوضع الاقتصادي يا جماعة نحن نتكلم عن الأوضاع وظروف اقتصادية مش عايزين أكتر من كده ضغط كل ده بيأثر فإن شاء الله يمكن الساعات اللي جاية هتسمعوا أخبار كويسة بإذن الله تعالى في هذه الملفات المهمة بحيي النهاردة المشارحة نفي جبالي رئيس مجلس النواب والسادة عضاء مجلس النواب لسه منتكلم على دولة القانون ودولة القانون مصطرة المصطرة القانون لسه بقول كل حاجة تنضبط كل حاجة تنضبط إن شاء الله مجلس النواب النهاردة كان عنده يعني بقلنا فترة كده طبعا ملف القضايا وقضايا وحاجات كتيرة قديمة نواب القروض ونواب مش عارف ايه وحاجات دائما كنا نشوف قضايا كتير قوي في مجلس الشعب وتحقيقات ومحاكمات وحاجات كتيرة جدا وانا كنت بغطي محاكمات دي كلها سنوات طويلة يعني النهاردة من زمان ما سمعناش حد في المجلس أحيل إلى لجنة القيم اتحالي النهاردة نائبة اتمسكت من كم يوم بتغش في في كلية حقوق جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي وهي نائبة في البرلمان سنة تانية او تالتة تقريبا ناش ورائف فساة المشار الجليل النهاردة حانا في جبالي فيه تحقيقات بتتم نعمل ايه المجلس اتعمل يتعمل اجتماع على هيئة المكتب ويتاخد اجراء بحالتها إلى لجنة القيم وسألوها النهاردة واستدعوها وسألوها ومسألة اليوم أمام المجلس وقالوكوا فيه تحرك في البرلمان مهم جدا الدولة دولة القانون فيش حد فوق قانون يا جماعة من يخطئ يحاسب واللي فات حاجة واللي جاي حاجة انا بقول على الهوى اللي فات حاجة اللي فات حاجة واللي جاي حاجة في حالة النائبة ناش ورائف إلى لجنة القيم فيه نائب آخر عليه الشيكات بدون رصير اسم وجدي الولايلي الشيكات النائب مجدي الولايلي المجلس عليه قضايا وشيكات معاني النائب العام بعت لمجلس النواب عايزين رفع الحصانة فالنائب قال لهم لا خلاص الدنيا فرصة هنعمل تصالح ونعمل وحدد معاد تقريبا من أول أول مبارح يوم تسعة ما جاش فالمجلس يعمل ايه مشكورا هي دي الدولة من يخطئ يحاسب فيش حاجة اسمه عنده حصانة ارتكب هي الحصانة تحمل من جريمة لايه عندك حصانة هتحاسب ما عندكش حصانة وارتكبت الجريمة هتحاسب سيف العدل على الكل في المجلس النهاردة قرر ايه اعتبار انه مجدي الوليلي مرفوع عنه الحصانة خلاص وايه كمان والنائب العام والنيابة العامة تاخد اجراءاتها القانونية يعني نيابة العامة تعمل اجراءاتها تطلع عمر ضبطه احضار تعمل ايه تاخد اجراءاتها خلاص بقى مواطن متهم في جريمة خلاص هو ده المجلس هو ده مجلس النواب انه تاني وبالتالي انه اي حد لازم بعارف كده النهاردة كمان لسه الرقابة الادارية مسكت حد كمان وقضية اخرى كنت لا كشفت عنها الرقابة الادارية وات لا تسطر على فساد ولا تسطر على فاسد انتكبت جريمة في لا الحساب هو ده القانون ودولة القانون ماذا قال مشاري الجليل حنف جبال النهاردة لانه كمان كان فيه كمان موقف مهمة اوي اوي رسالة دعم اولا دولة مؤسستها البرلمان المصري البرلمان النهاردة بيرود على المحتل الصيوني على كلامه حتى لو ما كانش بطريق مباشر فيما يتعلق بمصر ومساعدات ومعبر رفح كنا منتكالي مبارح مع السفير احمد ابو زيد انا وعزاولكم داخل السفير ابو زيد مبارح في الاعلام العرب والدول كله لانه كله تنقلها لانه ده كان اول رد رسمي شكل واضح من الخارجية المصرية وكله كان تنقل هزيم ودخلة مبارح كل الاعلام لحد النهاردة الصبح ومهم يبقى عندك مسؤول يرد مسؤول يطلع يوضح لان احنا زي ما قلت مبارح وافضل اقولها اللي احنا عملناه وبنعمله محدش عمل زينا كل المساعدات اللي دخلت مصر دخلت مساعدات مصر 82% من حاجم كل اللي دخل غزة دخل من مصر دخلته مصر اللي هو مصر اللي هو اكلها وشربها وادويتها وغزاءها وميتها ووقتها مصر يعني العالم ايه واحنا ايه هو ده الدور المصري فرد ايضا مصر شرحان في جبال النهاردة على الموقف المصر والدعم الكامل وايضا انه العالم كله شايف العالم كله شايف مصر بتعمل ايه واحنا محتاجين حد يقولنا لا انت كويسين لا يا سيدة مش عايزك تقولي كويس مش عايزك احنا بنعمل اللي بيرضي ايه ضمرنا ومسؤوليتنا لا محتاجين شكر من حد ولا محتاجين ولا شيء ولكن نازم تخلي بالك احنا كدولة كلنا ان ده نقف ورا بلدنا ونوضح الحقيقة مش معنى انه اسرائيل قالت الكلام دولي ولا شيء ولا المجتمع الدولي وكله بالملاد كل مجتمع الدولي من اول امريكا واحنا جايين كله عال النهاردة وزير خارجية الصين النهاردة التقى السيد الرئيس والتقى وزير خارجية كلامه عال سيد الرئيس النهاردة تأكيد على دور مصر وشكر لمصر على اللي بتقدمه مصر والمساعدات والمعبر والدعم واللي بتقوم بي وزير خارجية الصين النهاردة تكلم كده تكلم على دولة عظمى الصين دولة لها عليها مسؤوليات كبيرة وفي المتمر الصعف بتكلم عن مصر ازاي طب ألمانيا ما كانوا مبارح بتكلموا عن مصر ازاي الأمريكان نفسهم بتكلم عن مصر ازاي طب تسيب كل ده وتيجي تقول لي اسرائيل ما تقول لي اسرائيل اسرائيل ما هي اسرائيل احنا عارفين بتقول كده ليه وبتلقي بيزير الاتهامات ليه عشان عندهم مصيبة جوه عندهم نتنياهو ده هيتحاكم هيتحاكم هيدخل السجن ده مبارح وزير الدفاع ساب الاجتماع بتاعه ومشي خناءة عنده خناءات داخلية عنده مظاهرات كل يوم عنده مطالبات بإقالة الحكومة وعنده مطالبات بإجراء انتخابات مبكرة عندهم أزمة جوه في اسرائيل يعني التانية هو ده لو ساب الحكومة النهاردة تاني يوم الصبح هيكون في السجن مش هطلع له شمس إلا هو داخل السجن هو اللي معاه كلهم يتحكموا لانه هناك انقسام رهيب جوه انه فيه فشل ما عملوش حاجة الرهائن النهاردة بيقول لك مش عارفين والله بتوع حماس النهاردة قال لك والله ما نعرف الرهائن أخبارهم مين ماتوا كلهم واللي فيهم حد عايش قال لك والله مش عارفين العدد الأكبر ما نعرفش عنه حاجة هي بقت كده الموضوع هو مين اللي عايز يطول الحرب نتنياهو والأمريكان مش نتنياهو بس مواقع الدعم الأمريكي انت عايز يوقف اطلاق النار الأمريكان يطلع لك بالفيتو مش عايز يوقف اطلاق النار قال لك حماس طب يا سيدي عندك شعب بيموت كل يوم فيه إبادة كل يوم وننتظر قرار محكمة العدل الدولية اللي هو قد يكون خلال هذا الأسبوع أو بكتير الأسبوع الجاي ان شاء الله يكون فيه قرار محكمة تشوف طبعا عندها الأدلة وعندها بتتابع طبعا وتشوف طبقا لما قدم لها من جنوب إفريقيا وكل طبعا الأدلة التي قدمت واللي يكون فيه قرارات واضحة تتعلق بوقف اطلاق النار هو ده المنتصف لأنه ده الشق المستعجل من المحكمة الباقي هياخد وقت هيقعد سنة اتنين تلاتة فيه أضايا بلاء فيه أضايا بلاء خمساشر سنة قدام حكمة العالم ما فصلتش فيها ولكن فيه شق المستعجل شق المستعجل لطلبها جنوب إفريقيا اللي هو وقف اطلاق النار وبعدين نبقى نشوف بقى الحاجات الأخرى وده اللي يهم الدنيا كلها يهمنا ويهم العالم مصر طول وقت خطبها وقف اطلاق النار كل يوم شدت الرئيسة عفتاح السيسي من أول يوم من أول يوم سبعة أكتوبر من سبعة أكتوبر مش النهاردة 14 يناير كل يوم وقف اطلاق النار لكن هناك طرف مش عايزي وقف اطلاق النار فالدعم كمان البرلمان النهاردة شرحانة في جبالي كان ليه كلمة مهمة جدا وأيضا كان نائب محمد أبنان أيضا تحدث أيضا فيها الجلسة عن موقف مصر وعن الدعم الكامل للقيادة المصرية وعن أن العالم كله عارف مصر عامل إيه والمعبر والمنفذ رفح والشحنات اللي موجودة والشحنات اللي بتدخل وقال كده النائب محمد أبنانين ما هو مؤسسته بعت شحنات آيه دي كده نفسه نائب محمد أبنانين مؤسسة أبنانين بعت شحن حاجات سواء من داخل التحالف أو حاجات أخرى إلى داخل غزة الشحنات دي قعدت كم يوم؟ 10-15 يوم بره أولا 20 يوم منك لحد ما اسرائيل قالت بعد الضغوط اللي تمت من جنب مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية افتحه هذه الشحنات هي وأنت ده معنى إيه؟ ده اللي كان بتكلم عنه النائب محمد أبنانين النهاردة في مجلس النواب في كلمته اليوم وتكلم وتكلم بشكل واضح على طبعا الموقف المصري وقال لك قدام العالم كله اللي بيقوم به الكائن الإسرائيلي أكازين لكن العالم كله عارف إنه اللي بتقوله إسرائيل ادعاءات وقال لك الدعاءات دي كلها مفضوحة والعالم كله فضح إسرائيل في هذا الملف لأنه كله بما فيهم الأمير العامة المتحدة ورئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا راحوا المعبر وزير خارجية ألمانيا راح ومدير الصحة العالمية وكل كل اللي العالم راح شاف مصر مصر فتح المعبر ما عندهش مشكلة مصر مدخل دخلت مساعدات مصر دخلت عربيات آآ إسعاف مصر دخلت شحناء قد إيه آلاف آلاف الأطنان اللي دخلناها بابو إحنا بنعمل كده ويجي حد يقولك مصر لا 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 خالص يعني مصر سبعة تلاف طن مساعدات طبية حضراتك حالك متخيل مصر مدخلت سبعة تلاف طن مساعدات طبية خمسين ألف طن مواد غزائية في حد عمل زي مصر عشرين ألف طن مية ألف قطعة خيام اللي موجودة جوه في غزة مصر تمانية وتمانية عربيات السعاف مدخلينهم جديدة عربيات السعاف إيه جديدة ويحداشر ألف طن مواد غزة تانية دي مصر يا جماعة مصر دخلت كده غير كام ألف طن وقود وآلاف الأطنان تسعة تلاف شاحنة دخلت من مصر تسعة تلاف شاحنة مصرية المساعدات المصرية فأنت بنتكلم على إيه النهاردة ده الدعم المصري دي مصر اللي يقول لك مصر مصري إيه طب فهو العالم عمل إيه أصلا العالم اللي عمليه واجه عند دماغنا عمله إيه اللي قدم عربية واللي باعت طن مش عارف إيه واللي باعت مش عارف آآ شوية آآ سكر ولا خمتين ثلاثة مصر مقدمة ألاف 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 ده الدور المصري هو قدامك ده إيه ده إيه واللي الأحمر مصري والتحالف الوطني العمل آله التنموي حياة كريمة كل ده غير ألاف اللي بيتعليقهم في المستشفيات على نفقة الدولة بالمجان ويجي يقول لك الناس الناس اللي هو إيه اللي هو إيه تاني اللي هو إيه اللي مطلوب إيه اللي مطلوب من مصر مطلوب مصر إيه تاني رئيسي وزراء نفسه راح معبر رفع دكتور مصطفى مدبولي من شهرين قد يوم كامل هناك وقف على المعبر وقف اتكلم والمساعدات دخلة مقات شاحنات آلاف شاحنات تسعة تلاف شاحنة دخلت من مصر تسعة تلاف الكيان الإسرائيلي جيش الاحتلال المجرم ده ضرب معبر رفع الفلسطيني أربع مرات عشان يمنع الشاحنات دي تدخل الشاحنات دي لازم تدخل من منفذ عشان يبقى فيه منفذ هناك الطرق تبقى سلخة تدخل واحنا دخلنا جوه عملنا الطريق ده عشان ندخل مساعدات ضرب جيش الاحتلال أربع مرات معبر رفع من الجانب الفلسطيني عشان يمنع المساعدات دي تدخل هم اللي بيعطلوا جوه هناك بيعطل مش عايز حاجة تدخل ولا عايز عربية تدخل بيجي في الآخر مصر مصر مدقاك قوي كده مزع علاك قوي مصر طبعا نتابع ماذا قال المتشار دكتور حنفي جبار رئيس مجلس النواب الدعم الكامل للدولة المصرية موقف مصر واضح لا لابسة فيه علاك مفيش مفيش زي نقول كده هو ده موقف مصر كلام قوي جدا ورسالة قوية جدا بحي سيد المتشار حنفي جبالي رسالة في منتهى القوة ده الموقف المصري رئيس البرامان المصري باسم المجلس النواب المصري المنتخب ده الشعب من هنا رسالة هنا ايه هنا رسالة الشعب المصري لان احنا انتخبنا المجلس فالمجلس معبر عن مين؟ عننا لما يطلع رئيس البرامان النهاردة يتكلم يحدد مصر عملت ايه؟ يبقى العالم كله يسمع وده موقف مصر نتابع نواب شعب مصر ان التوترات التي يشهدها الشرق الاوسط ومصر في القلب منه قد تصاعدت وطيرتها وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر في الاونة الاخيرة فالمنطقة تقع بين براثني تسوياتٍ سياسيةٍ مأزومة وصراعاتٍ أهلية ونزاعاتٍ مسلحة تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر وعلى المجتمع الدولي ان يفطن الى ان استمرار الاوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقي بظلالٍ قاتمة ليس على المنطقة فحزب بل ستمتد لتخيم على العالم أجمع ومن يراهن على جغرافية رقعة الصراع ومحدودية آثاره خاسرٌ لا محالة ولا مراء أن العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توتراتٍ مُقلقة بالبحر الأحمر انعكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية وبالتبعية سيكون لها آثارٌ اقتصاديةٌ معقدة إن طال أمدها في وقتٍ ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية يُهيب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي اتخاذ موقفٍ حازمٍ للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني الزميلات والزملاء الأعزاء نواب شعب مصر تابعت منذ أيامٍ قليلة مُجريات جلسات محكمة العدل الدولية بمناسبة نظرها الدعوة المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل لإدانتها بارتكاب جريمة إبادةٍ جماعية أثناء الحرب التي تشنُّها على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة واسترع انتباه ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال من الدعاءاتٍ حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية ولو بشكلٍ غير مُباشر مسؤولية عدم موريور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة وهي الدعاءاتٌ مرفوضةٌ جملةً وتفصيلة ولا تعدُّ سوى أن تكون كذبًا محضًا بل وتُجافي واقعًا ملموسًا يشهد عليه المجتمع الدولي عن الدور الحثيث للشعب المصري بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيادة السيادته في حل النزاع الدائر من ناحية والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحيةٍ أخرى وعلى دولة الاحتلال أن تعي جيدًا أنه بات لزامًا عليها أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق ولعب دور الضحية وامتهان القانون الدولي وأخيرًا على شعب فلسطين الأبي أن يتيقن بأن قضيته ستبقى حيةً بضمائرنا والصوت سيظل عالياً إلى أن يعود الحق لأهله حفظ الله مصر والأمة العربية جميعًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الرئيسي النهاردة في نفس الملف السقبل وزير خارجية الصين وانجيي والذي سلم رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينج لأسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعًا تقديم التهنية لأسيد الرئيس بعادة انتخاب أسيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة وأيضًا كان الحديث دار الحديث طبعًا حول القضية الفلسطينية حول العدوان الصيوني على الشعب الفلسطيني وزير الخارجية الصيني أثنى على جهد مصر تحدث أيضًا وشكر مصر على ما تفزله من إجراءات وما تقوم به من دور كبير وأكد أنه مشهود للدور المصري عالمياً سواء على المصار السياسي أو المصار الإنساني واتكلم على طبعًا ما تحملته مصر واتكلم على التنسيق أيضًا مع مصر وما تقوم به أيضًا من تقديمه من مساعدات الاجتماع أو هذا اللقاء طبقًا لحضر أسيد سامح شكر وزير الخارجية المتشار رحمة فاهمي المتحدث باسم الرئاسة أكد أنه وزير الخارجية الصيني وجه له السيد الرئيس طبعًا الدعوة أيضًا لزيارة الصين وسيد الرئيس أيضًا وجه الدعوة للرئيس الصيني ردًا على دعوته لسيد الرئيس لزيارة الصين وطبعًا تم تبادل الموقف في قطاع غزة والعملات العسكرية في القطاع سيد الرئيس أكد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وغاستهم وطبع الأوضاع الإنسانية والكارسية الموجودة في قطاع غزة تم الاتفاق المسؤول الصيني ووزير الخارجية الصيني اتفق مع الموقف المصري تمنى دور مصر المشهود له عالمياً على المسارين السياسي والإنساني وتم الاستعراض في هذا الشأن ما قامت به مصر وما تحملتهم من مسؤولية تاريخية وإنسانية في التصدي لحجد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم وطبعًا التأكيد أيضًا على أيضًا مساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومةً وشعبًا وهي التي تمثل 82% من جميع المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة وطبعًا تمثل أغلبية العظمة لما يتم تقديمه من إجمال المساعدات المتحدث باسم الرئاسة أكد أن لقاء شاهد كذلك تأكيد موقف مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القصري للفلسطين من أرضهم تم الاتفاق على ضرورة معالجة جزور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لقاء مهم جداً جداً مع وزير خارجية الصين وطبعًا بعد كده عمل مؤتمر صحفي مع السيد سامحشوكو الوزير الخارجية وأكد أيضًا في المؤتمر الصحفي على أنه بداية أنه يأتي إلى مصر في بداية جولة إفريقية طبعًا نتكلم على العلاقات المصرية الصينية وطبعًا يمكن الصين النهاردة كمان هيكون لنا بعد شوية أنه كنت يعني مع دكتور مصفان بقولي النهاردة رئيس مجلس وزراء في العاصمة الإدارية الجديدة لأن الصين كمان الشركات الصينية واحدة من أكبر شركات المقالات في العالم عاملة الأبراج في العاصمة هنتكلم عنها بعد شوية بمناسبة أيضًا وجود وزير خارجية الصين النهاردة في مصر نتابع لقاء السيد الرئيس مع وزير الخارجية الصينية حزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين الصينيين بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع بريكس ومبادرة الحزام والطريق اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي خاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة حيث أكد السيد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي وقد اتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري مثمناً دور مصر المشهود له عالمياً على المسارين السياسي والإنساني وتم في هذا الإطار الساراد ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية في التصدي لحجد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إصال تلك المساعدات بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أهالي غزة وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعبة والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة اتصاقا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلاة ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك تأكيد موقفي مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القصري للفلسطينيين من أرضهم كما تم الاتفاق على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية نرجع تاني للبرلمان قبل أن ننتقل إلى جولة دكتور مصطفى مدبولي النهاردة رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية وطبعا تسليم أول ثلاث أبراج من بين العشرين برج الموجودين في العاصمة هنكتلم عنهم بعد شوية ولكن نروح لي مشهر دكتور حانفي الجبال رئيس مجلس النواب النهاردة رفع الحصانة وزي ما يقول كده دورة القانون فيش حد فوق قانون هنا اتكب جريمة يوحها سبب نتابع أرجو الانتباه لأهمية ما سيرد خط المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء فتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم بيد أن تلك الحصانة من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مسائلتهم تأديبيا أو جنائيا حال خروجهم على النظام العام أو إتيانهم أعمالا من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها فتلازم أعضاء المجلس دوما طالما ظل سلوكهم موافقا لواجبات العضوية ومتطلباتها ونائيا عن الشبهات وإلا حقت مسائلتهم إعلاءا لدولة القانون إذ أن مسائلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات ومن هذا المنطلق أعرض على حضراتكم أمرين الأمر الأول ورد كتاب من السيد المستشار النائب العام بتاريخ العاشر من ديسمبر سنة الفين ثلاثة وعشرين بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن سيادة النائب مجدي صادق محمد زكي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوة الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ثلاثمائة واحد وخمسين لسنة الفين اثنين وعشرين إداري باب شرق حيث عرض الأمر على مكتب المجلس وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصى التاسع من يناير الجاري وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه فلم يقدم تلك الإفادة ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة ثلاثمائة واحد وستين من اللائحة الداخلية للمجلس وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قبله في القضية سالفة البيان أما الأمر الثاني فقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباءً عن قيام سيادة النائبة نشوى محمد رائف بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب جامعة جنوب الوادي ولما كانت الواقعة انثبتت تمثل مخالفةً لأحكام القانون رقم مائتين وخمسة لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ومن ثم مخالفةً لواجبات عضوية مجلس النواب فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة لسماع أقوالها فيما نُسب إليها وذلك إعماناً لحكم المادة ثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نُسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على مجلسكم المواقر مجلس النهاردة كان عنده كمان مجموعة من المشروعات القاونين منهم قانون مقدم من الحكومة خاص بي حضراتكم عارفين بيطلع قرارات التحافظ على أموال أو أموال مستردة ولا غيرها طب وبالتالي محتاج قانون عشان جهة تتولى إدارة هذه الأموال بتبقى فلوس بتبقى عقارات بتبقى شركات حاجات كده بتكلم على مليارات أرقام مرعبة النهاردة مجلس نواب خلص القانون ده القانون ده كان سنوات طويلة وكان عندنا الناس اللي بتتبع هذه القضايا عمدعي اشتراك زمان ما بقىش موجود طبعا دلوقتي محكمة قيم زمان ما بقيتش موجودة أصلا دلوقتي كان كل ده بيخضع لهذا الأمر أي حد بتتم التحافظ عليه النهاردة بقى عندك لجان التحافظ أو جهات تتحافظ أو القانون محدد مين اللي له حقه أن يتحافظ على الأموال طيب الأموال دي بتروح فين؟ قاعدة حدش بيستفيد بيها طب ما أنت بتستفيد بيها وعاز أقولكو حاجات بمئات المليارات حق البلد أصلاً أنت بتحافظ على مين؟ يا تاجر مخادرات يا حد إرهاب يا بتوع تنظيمات إرهابية خوانة خانوا البلد وبيتلوفوا البلد أي الحاجات من النوع ده كسب غير مشروع مثلاً يعني حاجة بتتكسب أمور ما وبالتالي لها إجراءات قانونية كلم نائب محمل من النهاردة في هذا القانون زي طبعاً كافة النواب وعدد كبير من السادة النواب تحدث أيضاً عن هذا القانون تحدث أيضاً عن مصر ودور مصر وأيضاً طبعاً تصرحات المصرية وموقف مصر فيما تعلق بمنفذ رفح ماذا قال؟ نتابع سيدنام محمد أبو العنين شوفوا زادة الرئيس حيث نبدأ أنا مؤفع على القانون ودراسات كلها والنتاج الوصلت إليها وزارة التقطيط في الحصر المبدئي 600 مليار جنيه هي تقريباً قيمة الأصول هي غير مستغلة وببص على التسع أنواع من الأموال المسهورة في القانون يعني كلها أموال الستينات والخمسينات واللي حصل فيها بقالوا بأكثر من خمسين سنة فالحقيقة ثقة كبيرة في ذات المالية والإدارة الرشيدة والحوكمة أنهم يديروا هذه الأصول وبسرعة سيد رئيس يعني يريد بقى نفك يعني اللي تكون واضح فيما يتعلق بالعلاق ما بين الجهاز السيادي والجهاز الجديد عشان ما يحصلش الأموال ده ما تخصش في ده ثم كيفية الرقابة والمتابعة لجهاز الجديد مين اللي هرقبه هيبعت لي مين مسئلة الرقابة بتاعته ثم كل ما يتعلق بالأموال المملوكة للمحافظات والجهاز الأخرى هل هي تنتقل مكيئتها إلى الجهاز ولا هتبقى وجهازها هيقوم بإدارتها أرجو أن هذا يعني المعالم دي يكون واضحة في القانون وحاسمة وقضية أنه التصرف في الأموال المحجوزة أو المتحفظة عليها تكون واضحة أنه ما حادش حقيقي نحايتها إلا بحكم قضاء نهائي أو حكم نهائي بات عشان ما يحصلش اللي حصل قبل كده أيام الثورة في يناير 2011 سيادة الرئيس ده أنا أقول لحدها يعني كلمة تقدير واحترام لكلمة الصباح هذه الكلمة التي تخص الحقيقة حقنا التاريخي وموقفنا الواضح أمام العالم كله سواء كان مجلسكم المؤقت أو سيد الرئيس الجمهورية أو الشعب في كل مكان في كل بقاعة هذا الكذب اللي بتبسوا بعض مسؤولين عن قضية في حكمة نهائي الحقيقة كلام مفضوح وكلام كذب يكذبوا العالم كله أمام مرآه ومسمعه كله يكذبوا أمين عامل الأمم المتحدة اللي زار الموقع يعني عشرات بل مئات الشاحنات اللي موجودة وقفة في التابور عشر أو خمسة عشر وعشرين يوم يكذبوا رئيس وزراء أسبانيا ورئيس وزراء اليونان اللي راحوا هناك وشافوه مع عضاء الكونجرس يكذبوا التصريحات الواضحة القاطعة من موقف مصر على لسان قائدها اللي قال معبر رفع لم يقلق يكذبوا موقف إسرائيل من كل الشهادات التاريخية على ألسنة وزراءها اللي قالوا أعدموا الشعب الفلسطيني وقطوا عنهم المياه والكهرباء والغذاء يكذبوا أنهم ضربوا معبر رفع أربع مرات عشان يهددوا أي حد يخش بالعافية هذه المواقف التاريخية للشعب المصري لكن هم الحقيقة بيضللوا الحقائق لكن الحقائق واضحة أمام العالم كله صوت وصورة أمام العالم في شكة العالم التاريخية الحقيقة موقف مصر وموقف مكليسكو الموقف في هذه الموضوعات كان واضح وحاسم ومازلنا بنحتمل هذه القضية قضية كل مصري وكل ما يكون في مصر حتى النهاية وحتى ناصر إن شاء الله شكرا سيد الرئيس شكرا نهارده صبح وانا بشكر دكتور مصفى مجبولي رئيس مجلس أدو الزراء كنت في العاصمة النهارده احتفالية جميلة جدا وزارة الإسكان ودكتور عاصم الجزار مع الشركة الصينية حضراتكم في عندنا أرض صحرة صحرة قررت الدولة فكرة نعمل مشروع ضخم في هذه الأرض الصحراء أرض دي من ثمان سنين كان متر الأرض بعدة جنيهات قول مية جنيه ما كانش بيجيب مية طبعا كانت الأرض كده دي وقت الشغل على فكرة رحت الأرض دي وهي كده في عام 2017 رحت أول حد راح عام الحلقة وهي الأرض فضى 2017 فبقت الأرض دي قدام حضرتك هو جرداء فضاء متسابق فيش فكرة الدولة ما يتفكر في عاصمة لمستقبل مصر لمستقبل مصر فكرة العاصمة الإدارية كانت فكرة زمان عاصمة ومدينة سادات وما نكحتش وبعدها فين وما نكحتش ولكن هنا فكرت قلت هتعمل إيه وعملت فقررت تعمل تحول الأرض دي اللي كانت بعدة جنيهات إلى بقى النهاردة أقل سعر متر أرض اليوم في العاصمة أقل متر أقل متر 15 ألف جنيه ويوصل 50 و 60 و 100 ألف جنيه وفي فنادق هيعدل 100 ألف البرج اللي يقوني ده المتر هيعدل 100 ألف جنيه في البرج ده عاز أقول لكم 40 دور في البرج ده فنادق 6-7 نجوم رئيس الوزراء النهاردة هذا رجل شغال وأنا دايماً أتكلم عن الدكتور منصوى مدبولي كده رجل شغال ومخلص وقلبه بجد على البلد اشتغل بينجز ورجل طول الوقت يعني ما بيعودش في المكتب مشروعات بيتابع طبعاً نائب رئيس مجلس دارة الشركة الصينية المنفذة للمشروع فالصين عندهم هذه الشركة دي اللي عاملة أبراج الصين ودي واحدة من أكبر شركات العالم في المقاولات في الأبراج دكتور عاصم الجزار وزير اسكان بحيي عاملين شغلة عظيمة يا جماعة أوي وقبل مندخل في تفاصيل لما أقول لحضرتك إنه النهاردة فالدولة خدت نعمل إيه هل طب مين اللي يدير فنعمل نظام قطاع خاص شركة تأسيس شركة شركة العاصمة تدير العاصمة اللي هو زيها زي القطاع الخاص وبالتالي لما يبقى عندك شركة تدير العاصمة مفيش جنيه خرج من موزن الدولة اللي انفق هنا يتعامل هنا زي أي مطور عقاري جوة مصر وبرة مصر وعندنا بسم الله ما شاء الله اللي هو خدت أرض وبدأت تطرح الأرض للبيع فالناس بدأوا يدفعوا مليارات فلوس وشركات عندك ربعمائة شركة بتشتغل وعندك قد ايه فتعمل المش اللي قدامك حاجة يا جماعة بشوف النهاردة إنجاز حقيقي مصر هو احنا عيب يبقى عندنا نموذج اشمعنا لما مروح دول نقول ما عندنا ليه ما عندك بقى النهاردة عندك وتقول بكل فوق ليه ما فيش جنيه من موازنة الدولة ده هي النهاردة النهاردة دفعين للضرائب السنة اللي فاتت اربعة مليار جنيه للضرائب واللي قاله معاه المهندس خلد عباس لما كنت عامل معاه حلقة اربعة مليار للضرائب وكسبنين رئيس الوزراء قال كده النهاردة كسبنين عشرين مليار جنيه ارباح السنة دي في الموازنة اللي فاتت ده معناه ايه انه الشركة كسبانة انه فيه مكاسف طبعا دولة ريس الوزراء نتناقل يعني بيشرح حاجات في منتهى الاهمية وله كل التحية مرة اخرى الافكار فيه افكار بتتم انت من ست سبع سنين كانت ارض اما الارض دي النهاردة عايز اقول لكم فالجانب الصيني حضراتكم عارفين الصين بيعملوا حزاموا الطريق وبيقدموا قروض كثيرة للدول ولكن احنا هنا كل والسفيد المشروع اللي بيعملوا الصينيين كله كله مش البرج الايقوني ليهت بعض الناس اللي هم قلوبهم سوداء من قلوبهم سوداء لكن البرج الايقوني متكلف ثلاثة مليار دولار لا المشروع الصيني كله متكلف ثلاثة مليار دولار المشروع كله الابراج دول اول ثلاثة الابراج تم تسليمه من النهاردة مكاتب ادارية كله على فكرة تسويق على عالم مستوى على فكرة النهاردة الحي الحي ارتس ري اتحجس كله اتباع كله 24000 واحدة اتباعه انت متخيل العاصمة دي هتوب ايه بعد 4-5 سنين بكتير انا النهاردة انا رايح بسم اللهي ما شاء الله بسم اللهي ما شاء الله عمالة بص شماله ويمين يا جماعة ماشي الاف العربيات والاتوبسات الاف الاف العمالة اللي شغالة الاف الناس اللي موجودة هناك حاجة على اعلى مستوى عايز اقول لكم العائد توقعات عائد منطقة الابراج الصينية العائد بتاعها كام 6.5 مليار دولار بقول لحضراتكم رقم العائد من الابراج الصينية العائد 6.5 مليار دولار المتوقع اضرب زي ما انت عايز بقى طب يبقى انت هنا كسبان ولا خسران بتكلمك على ارض ما كانش بمية جنيه بالكتير ما كانش بمية جنيه كمان قول مية جنيه النهاردة ما تلاقي المتر النهاردة بقول لحاك بيصل بالابراج النهاردة بالثمانين الف والمية الف جنيه المتر يبقى ده معنى ايه؟ طب لما يجي النهاردة يبقى عندك حي المال والاعمال ده اللي هيكون زي ما بقول كده ايقونة العاصمة مش الايقونة لا المنطقة دي كلها المال والاعمال هيبقى هنا اي مكان تروحه في اي مكان نيويورك لندن دبي ابو ظب يعني الدول والمدن الكبرى بتجد ايه حي اللي هو ده العالم كله بقى موجود هنا جاي على هنا على المنطقة دي عايز اقول لكم اللي معمول في مصر النهاردة احنا دخلنا النهاردة ما حصلش عندنا قبل كده اول مرة يبقى عندنا اللي قدامكم ده لأول مرة يكون بهذا المستوى وتشوف بسم الله ما شاء الله بتنظيم واجراءات وبالتالي انت النهاردة بتحقق مكاسب كبيرة للدولة ويبقى فيه مكاسب وكمان شركة العاصمة النهاردة عليها دور مجتمع بتعمله تتبنى طلبة في الجامعات اوائل الطلبة جامعات شغل بتعمله لم يبقى عندك النهاردة هذه المنطقة النهاردة انت بتكلم العاصمة بعد كم سنتين تلاتة يبقى عندك ايه تلاتة اربعة سنين اتنين تلاتة اربعة مليون وانت رايح العاصمة دي يبقى فيها تمانية مليون والعشر مليون بالمرحل بتوحها التلاتة عاصمة كسبانة كسبانة ما فيش جنيه من من موازنة الدولة ولا جنيه كان يبقى قولها ولا جنيه لانها شركة شركة تصرف عن نفسها ويبقى عندها فقط كمان كبير بسم الله ما شاء الله وتدفع الضريب اللي عليها وتدفع عليها كمان تسدد للدولة طب انت عارفين الشركة دي النهاردة قيمتها كام قيمة الشركة النهاردة شركة العاصمة من الارض اللي هي لا تسوى اي شيء الارض الفضاء قيمة الشركة النهاردة لا تقل عن واحد ونص تريليون جنيه تخيل لو طرحت منها خمسة في المئة في البورصة ولا عشر في المئة في البورصة من شركة من شركتها تجيب لك كام مئة مليار مئتين مليار طبعا هي دي الارقام هو ده الكلام لانه مجرد ما هطرح هطرح عشان كله يدخل يبقى مشارك ومساهم تخيل شوف المكاسب اللي انت النهاردة بتتكلم عليها بتتكلم على مردود حقيقي بتتكلم على على حجم عمل بتتكلم على الاف فرص العمل بتتكلم النهاردة على شركات بتشتغل على مدارس طول ما انت ماشي النهاردة بدأت تظهر العاصمة وانا اقول لكو العاصمة اليوم بدأت تظهر طول ما انت ماشي على طريق السويس تجد شركات شغالة وعمارات طلعت وابراك طلعت على طريق السخنة تجد بسم الله ما شاء الله على الطريق الاوساطي تجد بسم الله ما شاء الله على الاقليمي تجد بسم الله ما شاء الله ما دي كل الطرق بتودى العاصمة من وإلى العاصمة كله ما شاء الله بدأت تبان تظهر كانوا بنشككوا يقولك الدولة هو ده هيبقى فانكوش لا ما بقاش فانكوش ده هيدخل عوائد لا تقل عن 6.5 مليار دولار ده بكلمك على مشروع واحد اللي هو المنطقة اللي هي منطقة المال والأعمال منطقة الأبراج بس طب والباقي الباقي بسم الله ما شاء الله الباقي بسم الله ما شاء الله يبقى عندك الدولة النهاردة فانت بتعمل النهاردة طبعا الدولة النهاردة بتعمل كلام ده فاويده ايه طب انت نسيت المواطن اللي عايش في شطورة بلدي لا اللي عايش في كفر الزيات لا اللي عايش في بورسعيد لا اللي عايش في سيوة او مطروح اللي عايش في حلاب وشلاتين انا نسيته لا انا عملت له مشروعات انا عملت له مشروعات يبقى حضرتك النهاردة بتحول بتحول الارض القيمة المضافة اللي انا بكلم حدك عليها زيها زيها العالمين زيها زيها المنصورة زيها زيها غيرها من المشروعات طب ما تيجي النهاردة بتفكر بتعمل 30 مدينة جديدة جيل الرابع هو مين اللي هستفيد من ده هو مين النهاردة بيدور على سكن اما تيجي الدولة النهاردة سيادة الرئيسة عفتاح السيسي في 2014 كان حال مصر ايه العشوائيات كان شكلها ايه كان ايه حال البلد هوريكو عشان نعرف احنا كنا فين كنا فين والناس كانت عايشها ازاي طب الدولة غيرت ده غيرت 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 حال الناس تعمل النهاردة داخلين انه نخلص المليون واحدة سكنية لو اسكن لكل المصريين لرئيس الوزراء النهاردة دكتور مصر ومتبولي قال لك انه ده هي بتكلف ربعمائة مليار اه دي الناس كانت عايشة كده عزبة خير الله واقصاب لعنته شايف نا كانوا ناس مواطنين مصريين محترمين بولادهم بأثارهم عايشين هنا في الاماكن اللي هي لا يمكن حد يعيش فيها كانوا عايشين كده وكان ده مسكوت عنه ويامة ورئيس الوزراء كان بتكلم النهاردة على الافلام وغيره وحضرتكم عارفين الافلام اللي كان بتتعمل على العشوائيات والاماكن وعزبة الصفية والاماكن الخطرة والدوئة وغير الدوئة وانا رحت الدوئة 2016 2015 2016 رحت الدوئة عملت حلقة من هناك وعشت ودخلت وعدت مع الناس في الجبل عايشين جوه الجبل شايف ده اللي كان حال مصري ده كان حال المصريين كانوا سكنينك قال الدوئة لسه بكلمك عليها انا رحتها وعملت حلقة من هناك وعدت مع الناس في اماكن زي كده وشفت البيوت زي كده ودخلت صورت زي كده هل دي عيشت ناس؟ طب لما رئيس الجمهورية ربنا يحفظه يقرر انه الوضع ده ما ينفعش وازاي مصريين تسمحوا الوضع ده يفضل موجود وازاي يبقى فيه ناس عايشة كده ناس عايشة في خرابة خرابة يعني تفتكر حد هنا يعني اقول لك ايه في حاجات مش عايز اتكلم فيها تفتكر الأماكن دي كان بيبقى فيها ايه بيحصل ايه والناس استحملت قد ايه اما تيجي تغير حياة الناس هو ده قادي غطل هنا في اسكندرية ما كانوا عايشين كده تخيل بقى مطرة في اسكندرية هي نازلة دلوقتي مطرة الناس دي كان وضعها بيبقى عرضت فيديوهات على فكرة وقت المطرة كان الناس دي بتعمل ايه بيوتها غرقانة كلها من اربع سنين كل البيوت دي كانت غرقانة والناس بتصوت كل حاجتها غرقانة وبيت توقع على الناس تموت شلت انت الكلام ده كله غيرته وعملت بشاير الخير وعملت الأصمرات وغيره شايف حضرتك البيوت هو ده ايه حياة الناس هي حياة الناس بقت بالسهل كده يعني خلاص اي حد يشعي مكان الدولة ده اللي عملته يبقى انا عملت العاصمة بس عملت الأهلين اللي هو مش يسكن في العاصمة العاصمة دي ليها ناسها بالمناسبة ليها ناسها اه بقولك اتحجز اتحجز 24 ألف وحدة في الحي الأرس ري اتحجزوا 24 ألف وحدة يعني عندك 200 ألف وحدة يسكنوا هيبقوا سكنين هناك وغيره وغيره فلما تيجي تشوف قادي قادي غيرت حال الناس عملت ده عملت ده عشان يليق بالناس بدل تل العقارب يبقى روضة السيدة يبقى ده يليق بيهم ويتعمل على طراز الإسلامي حاجة محترمة جدا وتسلم الناس بالعفش رئيس الوزراء النهاردة بيتكلم على طب نسينا الناس لا ما ننسيناش الناس لانه عايز اقول له هاكل اتعمل ده ادي قدامك عشان تبص لازم تشوف لازم تشوف وتبص الصورة الصورة اللي قابل على يمينه اللي على الشمال دي مصر يا جماعة اللي على الشمال اللي كان على يمين ده لا يليق أبدا بمصر والدولة انفقت رئيس الوزراء النهاردة دكتور مصامة البولي نص نص ايه تريليون 500 مليار جنيه انفاق عشان ايه اسكان اجتماعي وغيره للناس سكن لكل المصريين طب المناطق الخطرة 300 ألف وحدة سكنية الأماكن الخطرة وتعمل معها تعمل فيها ايه عملت ده للناس ولكن التاني بقول ده بيكون عائد على المواطن لا يقدر بمال اللي بتعمله للناس هنا اللي غيرت حالهم لا يقدر بمال بس هو يكفي المواطن يكفي الأسر دي انتقلت من مكان لمكان يبقى انا عملت البرج الايقوني اه وعملت العالمين اه وعملت هنا غيرت العنب وعملت عندي في سواج سكن لكل المصريين وعملت في 27 محافظة سكن لكل المصريين يعني المشروعات دي مشروعات اتعملت لانه انت بتاخد عائد للناس بصرف وبنفق واروح اشتغل وابني للمواطن وابني للمواطن وحسن احواله اتعمل زمان مشروعات كانت وحضراتكم عارفين المشروعات كان بتعمل اللي كان اسكان الشباب ومستقبل والقوم الاسكان في الفترة من التسالات لحد يمكن 2011 وشوفنا الكلام ده كلنا وعشناه كان ايه الوضع كان المستوى كان ايه طب النهاردة اللي بتعمل المستوى ايه وكل التحية ليه الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان النهاردة بقول لحضراتكم النهاردة يوم مهم جدا يوم النهاردة بنتكلم على دولة نقلة مختلفة تماما وزي يقول لحاجة زي ما عملت في العاصمة الرمل دي دي مليارات مليارات مئة مليارات فلوس النهاردة في عائد بيروح عشان في مواطن موجود في الصعيد أو بحري أو موجود في قرية بعمله حياة كريمة النهاردة بعمله حياة كريمة بصرف عليها التر اليوم جنيه وصلها له في كل قرية وكل نجعة وكل بيت واعمل كمان للي عنده واللي عايز يعيش واللي عايز زي العالم كله العالم كله على فكرة اللي بيتعامل في مصر ما حدش بيعمل إسكان اجتماع سكن لكل الناس في مليون واحدة ما حدش عملها ده مشروع ما حدش عمله بس مصر عملته رئيس عفتاح سيسي عمله تعالوا نتابع ماذا قال الدكتور مصوى من دول النهاردة في التصرحات وله كل التحية مرة أخرى يا رب ده فضل وكرم من ربنا وعايز أأكد يعني لما بيبقى هناك رؤية خالصة وهدفها مصلحة البلد ويعني القيادة السياسية وراء تنفيذ هذه الرؤية وإصرار شديد على تنفيذها ومتبعتها على مضار اليوم والساعة بتبقى هي دي النتيج بص حجم الشغل اللي اتعمل في العاصمة الإدارية بمنتهى يعني الإيمانة كان متخصص بعيدا عن أي حاجة حجم الشغل ده كان ممكن يطلع كمان ما بين 15 ل 20 سنة احنا النهاردة بنتكلم في 6 سنوات نتنفذ هذا الحجم وده كله برضو تاني هذا المكان في حجم فرص عمل بيقترب من نص مليون فرصة كل يوم في رب أسرة مسؤول عن أسرة نص مليون أسرة يعني لما نضرب في 5 يعني بتتكلم في 2.5 مليون بني آدم في هذا الشعب بيعيشوا وأكل عيشهم من الشغل اللي بيتعمل هنا في العاصمة الإدارية الجديدة زيه بقى قويس كل مواقع التنمية اللي بتتعمل جوه البلد من غير هذا الكلام ومن غير هذه المشروعات الكبيرة جدا كان حيبقى حل البطالة عاملة زي في مصر وكان حيبقى يعني ظروف الشباب المصري اللي كل واحد فيهم بيسعى لفرص عمل النهاردة كان حيبقى عامل ازاي أنا مش بكلمت بقى عن التنمية نفسها اللي أنا يعني الحمد لله يعني سعيد والأهم ان احنا بنأمل ونحلم ان ان شاء الله الفترة الجاية تتصارع أكتر خطى التنمية في كل المدن الجديدة مش هنا فقط لان احنا كنا كلنا عايشين وبنشتكي ودايما كل الناس يقولوا احنا عايشين على 6% 7% من مصر طب انت هنفضل كده لغاية امتى طب احنا عشان نتوسع ونضاعف الرقعة المعمورة من الدولة المفروض نعمل ايه طرق ومدن ومناطق صناعية وارضي استصلاح وخدمات وكل الكلام فاحنا الحمد لله النهاردة المشروعات اللي مفتوحة معمولة على مساحة لما تكتمل التنمية حنبقى على 14% من مساحة مصر يبقى انا كده حققت كل اهداف خبراء الاقتصاد والاجتماع والخبراء العمرانيين اللي كانوا بيقولوا لا حل لهذه الدولة غير مضعفة الرقعة المعمور فاحنا الحمد لله وضعنا اللابنات وكمان اشتغلنا في المراحل الاولى لها فالحمد لله النهاردة الواحد سعيد جدا ان نبقى موجودين في جزء من هذا المشروع لكن يمكن احنا زي ما كنت بقول الاهم يمكن المشروعات الاخرى اللي تكلمنا عليها اللي بتخدم كل المواطنين في كل حتة في مصر العاصمة هنا يمكن قبل ما نبقى في الابراج احنا خلاص الحي الحكومي اشتغلنا عليه وبقى النهاردة موجود وفيه 50 الف موظف كل يوم بيتحركوا فالحمد لله يعني ان شاء الله الفترة الجاية تحمل كل الخيلة بلدنا حكا عارف يعني العاصمة فيها النهاردة 50 الف كل يوم 50 الف اللي شغالين الحكومة كلها هناك ما حدش خلاص حكومة بقت كلها في العاصمة حدش بروح مكان اللي العاصمة دلوقتي انت متخيل حجم حركة 50 الف يومين موجودين في العاصمة الشغل اللي بيتمي في العاصمة وطول ما بقول لحك العاصمة بسم الله خليه يتنحل عمل ما دي بيوت ناس مش بيوت شغالة شركات شغالة ماذا لو بتكلمك على 400 شركة شغالة في العاصمة كام 1000 واحد شغالين في العاصمة غير الحكومة يعني غير الموظف في الحكومة اللي هم عددهم 50 الف طب الباقي اخبارهم ايه العمالة اليومية النهاردة اخبارها ايه كام في 400 شركة قدي ايه حجم الانفاق اللي بيتم شركات حجم المرتبات والأجور قدي ايه دولة شغالة دولة شغالة دولة والله ما بتنام رغم التحديات اللي عندنا واللي اتكلم عليها الرئيس الوزراء تحديات اه عندنا تحديات نم بقولش لا بس هتفضل الله نايم ولا تجري لازم تجري عشان تواجه التحديات اللي عندك زي ما قال رئيس الوزراء النهاردة ولازم احيي صديق العزيز الاساس هاني يونس المتشاري الإعلامي لدولة رئيس الوزراء بشكره بجد هاني يعني صحفي اولا متميز جدا ويعني اخ عزيز سنوات طويلة في الاهرام وله كل التحية هاني كمان صحفي شاطر بسم الله ما شاء الله بزي ما بقول كده من الجيل اللي هم الصحفين النابيين في الاهرام وهو حاليا مشار دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان ليه كلمة ايضا خلال الاحتفالية ايضا نتابع ماذا قال الدكتور مصطفى مدبولي اعبر عن فرحتي وساعدتي كبيرة جدا بوجودي النهاردة هنا في هذا المشروع الكبير جدا اللي بدأ فعلا يعني لابناته كحلم منذ اقل من خمس سنوات كتنفيذ او ست سنوات تحديدا والحقيقة ممكن انا هاخد الكلمة اللي قالها الدكتور عاصم في البداية احنا النهاردة لان ممكن يكون لسان حال اللي بيشوفنا النهاردة في منطقة الابراج بيقول طب يعني المشروع ده بمستوى هو بيعود على مصر بيه خلينا ابدأ الاول ان احنا على مدار الاسابيع الماضية كنا موجودين فعلا في اربع مدن جديدة بنحتفل بوصول مشروع او المبادرة افخامة رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سكل لكل المصريين ان احنا بنصل الى رقم مليون وحدة سكنية مليون وحدة سكنية للشباب والمحدود الداخل في كل رقعة من مصر انا بقول هذا المشروع لان تاني يمكن ممكن عدد من شبابنا ما يعيش على مشكلة الاسكان او ما كانش حاسس بمدى حدة مشكلة الاسكان وارجو كل زملائنا الاعلامين كبار الاعلامين يسترجعوا كل الافلام والاعمال الفنية المصرية لما كانت بتتكلم على موضوع السكن ومدى يعني حدة هذه المشكلة بالمبادرة اللي فخامة الرئيس اطلقها واشتغلنا عليها كلنا بكل اخلاص تراجعت حدة هذه المشكلة بصورة كبيرة وبقت الدولة المصرية قادرة بمشاركة القطاع الخاص ان احنا نقدم كل انواع الاسكان ومنتجاته بالكم اللي ان شاء الله يقدر ان هو يغطي كل الطلب بالرغم من الزيادة السكنية انا بقول هذا الموضوع لان المليون وحدة سكنية اللي هما السكن للشباب ومحدود الداخل كلفوا الدولة اكتر من ربعمائة مليار جنيه بالاضافة الى تلتمائة الف وحدة سكن بديل للمناطق الغير امنة ومرة اخرى ارجو من حضراتكم نرجع للافلام والمسلسلات اللي كانت بتتعامل قبل 2011 وانا بنفسي يعني كنت راجل متخصص وكان يعني الواحد بيتفرج على المناطق الغير امنة والعشش والمناطق الغير انسانية اللي كان بيعيش فيها مئات الالاف من اسر مصر ملايين من ابناء مصر واطفال بينشأوا في ظروف غير ادمية على الاطلاق الحمد لله وبفضل الله وكرمه ودعم القيادة السياسية اللي محدود قدرنا ننهي هذه المشكلة مشكلة كلفتنا مش هقول مشكلة تحدي كان موجود ونجحنا ان احنا نحله برقم برضو يقترب من 120 الى 150 مليار اخر يعني احنا بنتكلم ان الدولة انفقت لإسكان محدود الدخل والحل مشكلة المناطق الغير امنة اكتر من نص تريليون جنيه مصري انا بقول هذا الكلام لان احنا كدولة مكلفين ومعنيين ان احنا لازم نحقق تنمية كاملة للدولة دي للمستقبل المناطق العشوائية اللي طلعت واللي كانت بتخنق كل مدننا وما زال بقاياها موجودة وكلنا عارفين هذه المشكلة ده نتيجة لان اللي كانوا قائمين في وقت ما ما قدروش يخططوا يبنوا للمستقبل طالما انك انت ما بتبنيش للمستقبل بطريقة سليمة ومخططة الناس بتجد الحل بمعرفتها وللأسف بيبقى الحل مش بالصورة اللي احنا كلنا بنرجوها طب ده بيؤدي لأيه انه بيكلف الدولة اكتر عشان اصلح النهاردة لما بنيجي نحاول نشؤ طريق جوه منطقة عشوائية واحدة بيكلفنا اضعاف تكلفة الطريق نفسه عشان ازيل وعوض الناس اللي موجودين عشان ننشئ الطريق دكتور مصابة يقول النهاردة شرح الدولة اللي بتعمله كان النهاردة بتعمل تنمية وهتستمر في التنمية عشان كان البديل ايه؟ العشوائيات واتكلم على السنوات اللي فاتت ومسألة التخطيط والنهاردة الدولة بتعمل مشروعات جاهزة بتخطط لها الاول زي يوصل الطرق والمرافق وكل شيء ويعمل مشروعات ما تعملش زي ما تحدث رئيس الوزراء النهاردة وقال بتفاصيل كتير الخطة اللي الدولة بتشتغل عليها في كل مشروعاتها رئيس الوزراء النهاردة كمان رد على السؤال هي العاصمة فلوسها منين؟ طب هي العاصمة دي هي بتصرف عليها من فلوس الدولة؟ من موازنة العامة للدولة؟ طب لما فكرة العاصمة لما جت فكرنا نعمل ايه؟ كيف يتم ادارة هذه الشركة أو العاصمة الادارية؟ تداري ازاي؟ نتابع منظومة ادارة العاصمة الادارية من اول لحظة احنا قلنا عايزين ندرها بمنظومة وفكرة القطاع الخاص عشان كده انشأت لها شركة شركة العاصمة الادارية الجديدة علشان برضو اللي بيتقال ان الانفاق على المشروع كان من انفاق من الدولة الكلام ده مش صحيح الكلام ده احنا نفذناه من خلال نفس الفكر اللي بتقوم بيه شركات التطوير العقاري العملاقة اللي موجودة في اي حتة في العالم وفي مصر وبتنجح عملنا نفس الفكر شركة للادارة المدينة العاصمة الادارية الجديدة والنهار ده هذه الشركة العام المالي اللي فات افل بارباح تجاوزة العشرين مليار جنيه فمعنى كده هذا المشروع مشروع ناجح وانا في تقديري الحمد لله مع حجم التنمية اللي موجود احنا بنسبق في العاصمة الادارية الجديدة معدلات اشغال ونمو المدن الجديدة بصفة عامة في اي حتة عادة كان اي مدينة جديدة بتاخد لها على اقل عشرين سنة عشان الناس تبدأ تشعر انها اصبحت نابضة بالحياة انا بقولها لحضراتكم تقديري كراجل يعني دي شغلتي مش اكتر من ثلاث الى اربع سنوات على الاكثر من النهاردة وحلقي هذه المدينة نابضة بالحياة ومئات الالاف بيقتنوا هذه المدينة كل ده انا بقوله لان ده التوبه اللي احنا كدولة بنشتغل به نخطط للمستقبل ونصلح القائم حجم المشروعات اللي بتتعمل بقى جوه القاهرة العاصمة القديمة بتاعتنا النهاردة يفوق الوصف حجم هائل من تطوير المناطق القديمة وفتح شبكات طرق وانشاء مناطق طرفهية ومناطق خدمية جوه القاهرة القديمة الحفاظ على التراث انشاء مشروعات مثل حضائق الفصطات وتلال الفصطات اللي احتباء اكبر حديقة مركزية مستوى الشرق الاوسط اكتر من خمسمائة فدان منطقة خضرة في قلب القاهرة مناطق كانت مهملة وقاسف كانت مقالب للقمامة بتتحول الى مناطق خضراء وبحيرات وتمناطق طرفهية مناطق العشوائية اللي تشالت وتبنت مكانها مناطق حضرية لأهالينا برضو من القاهرة احنا بنطور القاهرة القديمة زي ما بنعمل المدن الجديدة كل ده انا بتكلم فيه ده شق فيه جزء من خريطة وخطة مصر للتنمية للمستقبل لغاية عشرين تلاتين نروح نتابع مع الزميل الهاني ان حاسة هذا التقرير كلمة لها الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان وايضا نائب رئيس مجلس دارة الشركة الصينية المنفذة لهذا المشروع العملاق ثم ايضا التحالف المصري دار الهندسة ايضا الذين شاركوا ايضا في عملية التصميم لهذا المشروع العملاق شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفالية تسليم اول سلاسة ابراج ادارية ضمن منطقة الاعمال المركزية بالعاصمة الادارية الجديدة بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسؤول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المنفذة للمشروع بالاضافة الى عدد من كبار الاعلاميين اقفنا بحضرتك في شهر ديسمبر وبداية شهر يناير في جوالات تفقدية وتسليم مجموعة من الوحدات السكانية في الاسكان الاجتماعي في مدينة السادات وفي مدينة اكتوبر الجديدة ويمكن حضرتك شاهدت عدد كبير من هذه المشروعات بتفوق عدد الوحدات السكانية اللي تم الانتهاء منها في هاتين المدينتين في كل مدينة 130 ألف وحدة سكانية و100 ألف وحدة سكانية في اكتوبر جديدة وحضرتك لمست الطفرة اللي تمت فيه الاسكان الاجتماعي والمستوى اللي بتقدم فيه الوحدات ومستوى الخدمة اللي بيقدم للمواطن المصري وده اعتقد كان اول توجيه لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي ولي كنت حضرتك بتصرب شخصيا لمتابعيته معنا ويمكن الاسبوع اللي فات كنا بنناقش مع حضرتك الموقف الكامل لمشروعات وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتطرقنا إلى مدينة العالمين الجديدة ومدينة أسيوت الجديدة أنا بقول الكلام ده كله عشان احنا النهاردة يمكن موجودين في أحد المشروعات الهامة في العاصمة الإدارية الجديدة اللي شاهدت وضع حجر الأساس في فترة تولي سيادتك لوزارة الاسكان وكان ليك الدور الأكبر في انطلاق هذا المشروع أعتقد احنا كنا في أكتوبر 18 بنشتغل على الأرض هنا والنهاردة الحمد لله بنحتفل بوجود حضرتك بالتسليم الابتدائي لأول مجموعة من الأبراج الإدارية في هذا المشروع وستتوالى التسليمات خلال 24 بإذن الله إلى حين انتهاء الكامل من المشروع بشكل نهائي ويمكن كمان حضرتك إن شاء الله هنتشرف فيه قبل نهاية شهر يناير ببدء التسويق في أحد مشروعات وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية وهو الحي السكني نيو جاردن سيتي اللي بيعد برضو تحفى من الأنشطة السكنية الجديدة اللي بتحاكي منطقة القاهرة الخدوية الهدف في الاستعراض ده نحن نقول إن مصر الجديدة متنوعة مصر الجديدة فيها فرصة لكل المواطنين بكل مستوياتهم فرصة لكل الأنشطة بكل درجاتها وكل مستوياتها الدولة المصرية أعتقد انطلقت انطلاقة مناسبة تليق بيها وبتاريخها إن شاء الله في الفترة القادمة يكون هناك جني لهذه الثمار اللي بضل فيها كثير من الجهد والعرق بنوجه الشكر للشركة الصينية وشركة إنكم الشريك المصري ليهم لمجهوداتهم معنا وبنحثهم إن شاء الله أن ننتهي في القريب العاجل من كافة الأبراج في الحي الأبراج في العاصمة الإدارية وكمان إن شاء الله نتشرف بصحبة حضرتك قريبا في مشروعنا التاني اللي احنا بنعمله برضو مع نفس الشركة في مدينة العالمين في حي مال وأعمال متميز جدا لا يقل تميزا عن هذا المكان إن شاء الله في مدينة العالمين نتشرف بصحبة حضرتك أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفنا أن نشهد مثل هذه اللحظة تاريخية مع جميع الضيوف الكرام ألا وهو انطلاق عمال تسليم مبدي لأبراج إدارية بمشروع منطقة عمال المركزية والذي يعد من أفضل أخبار التي تتطلع إليها جميع الأتراف المتعاونة منذ شهود رئيس عبد الفنتاح السيسي ورئيس الشيجينكين على توقيع عقدة المشروع في يناير 2016 الشركة السيسيك أهمية كبرى لأداء مشروع منطقة عمال المركزية منذ بدء تنفيذه في شهر مايو 2018 وبذلت كل قهود لتفع عجلة بناء المشروع بكل قوة لأكثر من خمس سنوات وبمساعدة وتوقيهات وزارة الأسكان والمرافق المصرية والسفارة الصينية بمصري وبالتعم قوي من شركائنا عمل جميع الموظفين معا بالتفاني للتفاني المشروع نحو هدفي في أن يكون تحفظا فنية عالمية من الدرجة الأولى نؤمن بأنه من خلال جهودنا المشتركة سيصبح المشروع بالتأكيد نموذجا ورمزا جديدا للتعاون ودي بين مصر وسيني وتعد الأبراج الإدارية السلاسة بكرة مرحلة التسليم في المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تشهد تشهيد عشرون بورجا تنفذها الشركة الصينية لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بينها البرج الأيكوني الذي يصل ارتفاعه لنحو ربعمائة متر والذي سيدخل ضمن مراحل التسليم اللاحقة بهذا المشروع بحمد الله وبفضل وبالتشريف سيادتكم نعلن بدء مرسم التشغيل والتسليم الابتدائي لأول ثلاث أبراج إدارية من أصل عشر أبراج إدارية بالمشروع وهم كالتالي البرج الإداري سي زيوسري خمستاشر طابق زايد 2 بدروم ارتفاع 80 متر برج إداري سي 11 ستة وعشرين طابق زايد 2 بدروم ارتفاع 160 متر برج إداري سي زيرو أربعة تلاتة وثلاثين طابق زايد 2 بدروم ارتفاع 170 متر بالتزامن مع بدء تشغيل محطة الخدمات المركزية اللي في المشروع اللي بتمد المشروع بالمياه المسلجة شبكة الكهرباء والطوارئ وباقي المرافق والخدمات نفتخر بأن نقدم لمصرنا الحبيبة هذا المشروع الفريد مع بداية عام 20-24 وإن شاء الله سيكون تكليل لمجهود كل الناس اللي اشتغلت في هذا المشروع من أوائل عام 2018 وبحضور دكتور مصطفى الشخصية معنا هنا من أول المشروع على رأس طبعا هذه قائمة وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية شركة دار الهندسة للشهر العام الشركة الصينية للأعمال المعمرية سيسك المقاول العام هذا المشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة إن شاء الله يمثل حجر أساس للمدينة الاقتصادية الحديثة على غرار المدل الاقتصادية العالمية وجودة تضاهي مسيلاتها بدول العالم المختلفة والتقينا برئيس الوزراء أثناء جولته بالمشروع ومكونات الأبراج ومن أعلى أحد الأبراج الإدارية المسلمة بمنطقة الأعمال المركزية أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن سر نجاح الدولة المصرية يكمن في وجود رؤية خالصة هدفها مصلحة الوطن وقيادة سياسية داعمة لتنفيذ هذه الرؤية بإصرار شديد ومتابعة على مدار الساعة مشيرا إلى أن الدولة أنفقت أكثر من نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدود الدخل وحل مشكلة المناطق الغير آمنة من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة مصر تدخل رسميا عصر ناطحات السحاب اليوم تم تسليم أول سلسة أبراج أحدثكم من هنا والبرج الأيكوني البرج الأطول في إفريكيا لتدخل مصر عصرا جديدا من التنمية المستدامة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة أيكونة المشروعات القومية للدولة المصرية بما يعود بالعوائد على المواطن المصري هاني نحاس من العاصمة الإدارية الجديدة لبرنامج على مسؤولتي أشكر حضراتكم شكرا جزيلا شوفكم بكرا إن شاء الله أسبوع الألف خير